اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المسلمين وسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح أفاق التواصل معكم لاستقبال رأيكم ملاحظاتكم واختراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى من خلالها أن نصل وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد إذن أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وعن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة وأتمنى من المستمعين اللي قاعدين يتصلون فينا عندهم مواضيع خاصة بالبث المباشر أتمنى يا جماعة الخير تتركونا الخط لأن هناك الكثير من المستمعين اللي حابين يتداخلون معنا لأن حين الخط مشغول ترى وقاعدين نشوفه فهذه يعني حتى ما قبل البرنامج لأن معظمها ترد إلى البث المباشر ونحن يا جماعة الخير دائما نذكر في بداية الحلقة أنه هيدوا على الخط مجرد ما يرد المنسق على التلفون فيأخذ الوقت هذا كله في حين أنه في حد ممكن يتواصل معنا عنده موضوع خاص ببرنامجنا فبرنامج البث المباشر خلص باشر الجماعة بيتابعون معكم فنتمنى يعني تتعاونون معنا على أساس أنه يقدرون حتى المنسقين في برنامج البث المباشر أنهم يتواصلون معاكم بشكل مباشر وبشكل أسرع طيب معنا في الإخراج أيمن سرحيل هذه تحياتي محدثكم محمود جوسف العلي فنأخذ فقرتنا التغذوية في البداية وبعدين ممكن نعطيكم دراسة جميلة مهمة حقيقة من نتكلم عنها بعدين بس خلونا نشوف فقرتنا التغذوية معانا عبر الهاتف الأخة الأستاذة فاطمة فريدة خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي صبحك الله بالخير فاطمة الله نور يا هلا يا هلا اليوم موضوعك النظام الغذاء النباتي هذي اللي طالعين لنا الحين في حياتنا الفيجيتيريان اللي ماخذين الموضوع شوي أحيانا عن جهل أحيانا عن علم أحيانا ممكن تكون الأمور جيدة تكون سلبية فهو يعتمد بشكل كبير على الكثير من المواضيع المهمة الآن هل هذا النظام مفيد غير مفيد نحن نتعرف من خلال هذه الفقرة على كل هذه التساؤلات اللي بدت الحين ممكن نقول الأمور تصير ترند يعني عند الناس ومثل الموضة اللي تطلع في فترة والناس كلهم يتبعونها فخبرينا شو النظام الغذائي النباتي هذا أوكي ففي البداية بنوضح أنواع النظام الغذائي نعم في أنواع في ناس مثلا يكونون strict vegetarian diet يعني vegetarian أبدا ما يكون في أي أنواع أي نوع من المنتجات vegan هذي vegan وعدنا الأنواع الثانية من ال vegetarian اللي ممكن مثلا يدخلون البيض يكون عادي جزء من نظام الغذائي في ناس ممكن يدخلون أسماك في ناس ممكن منتجات الألبان وفي ناس ممكن النوعين فحين يعني أثبتت الدراسات مؤخرا أن النظام الغذائي النباتي إذا كان متوازن ومعتدل ومدروس صح يعني قبل أخصائي تغذية ممكن أن يكون له وائد فوائد وممكن يقلل من خطر الإصابة بوائد أمراض مزمنة منها أمراض القلب والفكري والسرطان والضغط وغيرها ممتاز فالنظام الغذائي إذا كان متوازن ومكان يعني يعني صح يعني مش بس شيء عشوائي يعني يلا فيغان يعني ولا فيجيتيريان ويكون ناقص أو ما يكون يحتوي على البروتينات على الكاربوهايدرات على المعادن اللي يحتاجها الجسم بشكل كبير لأن أحد من الناس ممكن يأثر عليه بشكل سلبي بالضبط فبشكل عام يعني الأشخاص النباتيين يعني اللي يكونون مواشين على النظام الغذائي الصحي أو المتوازن بشكل عام يتناولون سعرات حرارية أقل ونسبة دهون أقل على الأشخاص اللي يتبعون النظام الغذائي العادي اللي فيه لحوم وفيه باقي المنتجات فهالأشياء يعني فيه فوائد من هالنظام الغذائي طبعا إذا كان توازن إذا كان توازن ونفس الوقت ففيه نفس الوقت فيه جوانب سلبية لهذا النظام يعني سواء يعني فيه أشياء مثلا فيه فيتامينات وفيه معادن لابد أن نأخذها من المنتجات الحيوانية يعني مهما كان مش موجودة في النباتات منها الفيتامين بي 12 فيتامين بي 12 مش موجود في أي نوع من أنواع النباتات أو الأغذية غير المنتجات الحيوانية فالفيجينز أو الفيجيتاريينز أو النباتيين المفروض أنهم يأخذون يكون بجزء من النظام غذائهم أكلات تكون مدعمة بهالفيتامين أو أنهم يأخذون مكملات غذائية حبوب أو أوكي فهذا الجزء وايد مهم ثاني شيء عندنا الحديد مخذون الحديد بشكل عام يكون أقل عند الناس النباتيين عن الأشخاص الغير نباتيين لأن نحن نعرف أن الحديد امتصاصي يكون أفضل من المنتجات الحيوانية اللي هي مثل اللحوم والأسماء أفضل من الخضروات اللي تكون حتى لو عالية بالنسبة للحديد امتصاصي الجزء يكون أقل من هال المعدن أوكي لكن بعد النباتيين اللي يمشون على النظام الصحي يعرفون أن فيه بعض الأغذية اللي تحتوي على البيتامين سي وتحتوي على الأحماض اللي تساعد على التصاص بشكل أفضل فيتناولونهم بشكل صح تمام عندنا بعد الأوميغا ثري الأوميغا ثري يكون عادة أقل عند الناس عند الأشخاص النباتيين لأن بعد موجود في الأسماك وفي البيض وغيرها حتى لو بعض أنواع الدهون المفيدة موجودة في المكسرات ولكن لا تكون نفس الأنواع الموجودة في الأسماك والبيض ممتاز يعني النصيحة اللي تبغي تقدمينها الحين شو الواحد يستوي نباتي ولا ما يستوي نباتي ولا شو السالف يعني لأن ويدين ياسين داخلين في هذا الموضوع وماخذين يعني على أساس أن أنا خلاص بستوي فيغان وما باكل لحم وما باكل كذا وعقب نحصل عندنا في المستشفى طائح صح فنحن شو نقول نقول أن الواحد إذا قرر أن يستوي نباتي لازم يدرس الموضوع صح يقرأ يتفقى في استشيرة خصائي تغذية عن شو الأكلات اللي المفروض تكون عشان حتى نوعيات البروتين اللي تكون في الأكل تكون متكاملة يعني ممكن الغذاء يكون وايض صحي إذا كان نباتي بس يكون يعني تحت يعني مدروس ما يكون بس شكل عشوائي لأن حتى النظام الغذائي النباتي ممكن واحد يعني يتبع بس نفس الوقت يتناول وجبات تكون عالية بالسكريات عالية بالها مو بشرط يعني أنه مثلا هالشي بيكون ضحي حقه إذا كان نظام ما يحتوي على حلويات مشروبات غازية هاي أشياء نباتية يعني نباتية ممكن تعتبر لكن ما فيها أي يعني متجات حيوانية لكن عالية بالسكريات عالية بالسعرات الحرارية فما بتساعد أنه لا ينزل وزن ولا أنه يحافظ على صح حتى إذا كانت هاي أهدافه من النظام الغذائي ممتاز فالواحد إذا يعني إذا الشخص فكر أنه يتبع النظام الغذائي نفوض أنه يتناول احتياجاته يعني حتى ما يكثر من السعرات الحرارية يعني حتى لو كان أكل صحي نتناول كميات اللي الشخص يحتاجها يستشير أخصائي تغذية عشان الأكل يكون متوازن يحتوي على كل البروتينات والمعادن والبيتامينات اللي الجسم يحتاجها ويحاول أنه يستفيد يعني صدق إذا بيتتبع هالنظام الغذائي يكون لفايدته مش لأنه يكون يعني أثر سلبي أو عكبي عليه صحيح شكرين لتش خدتنا فاطمة فريد خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبيع على هذه المعلومات المهمة وشكرا وأيضا أنا بعد أضم صوتي لصوتك يعني الحمد لله رب العالمين نحلنا الأكل وعطانا يعني الكثير من الخيارات في موضوع الأكل فالواحد يأخذ اللي يحتاجه اللي يحتاجه لأن النظام الغذائي للجسم يعني أكيد أنتبع تحتاج كل هذه المكونات الغذائية أنا مش ضد الشخص اللي بيستوي مثلا نباتي ولا فجتيري ولا كذا بس مثلا ذكرة الأخذ فاطمة أنه يكون الموضوع مدروس تماما وهذه شغلة مهمة جدا باشر ما ندري أحيانا بعد عقوا ما يخلصون النباتات والحيوانات من الكرة الأرضية شو منسوا بناك الحبوب كل كل من الحبوب أكل نبي كون الله العالم ما ندري عايشين ميتين لين حزتها لكن مدام أنت عندك الخيار عزيز المسلم نصحك باتباع الأنظمة الغذائية وفق الاستشارات من المعنيين من أخصائي التغذية سواء في هي تصحة ولا حتى وين ما كانوا لأنهم الأعلم باحتياجاتك نظامك الغذائي يمكن يصلح لك أنت ما يصلح لي أنا ويصلح لي أيمن ما يصلح لي أنا يصلح لي أحمد سلامة أحمد سلامة النظام ما يصلحك كل حد ممي عموان شكرا لك فاطمة شكرا لكم مستمعين متواصلين معاكم مستمعين الكرام بعد الفاصل ما نتحدث عن مشروع المسح الصحي في إمارة دبي مشروع مهم جدا نبغي أن نخبركم عنه لأننا فيه الكثير من التفاصيل وكلنا معنيين بهذا المشروع كل حد فينا يسمعنا الحين معني بهذا المشروع شو تفاصيله بعد الفاصل ما نتعرف على هذا الموضوع صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج نتقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعةكم المميزة دايما وأبدا إذاعة نور دبي البارحة كان متصل فينا في نهاية البرنامج مستمع اسمه براشد المفروض أن توقعت ميرا بتكون معانا اليوم لكن زميلنا أحمد سلامة هو اللي معانا في التنسيق ما أدري أحمد تكلم ميرا إذا عندها رقم براشد أو إذا براشد تسمعنا أنت تتصل فينا في نهاية البرنامج ما قدرنا ناخذ ونعطي معاك كثير فأتمنى تتصل فينا مرة ثانية على أساس أنه حتى نتوفر على أحمد سواء ميرا يمكن دوامة شوي متأخر اليوم أو إجازة اليوم هي ما أدري على أساس أنه بس نشوف نشوف الموضوع شو كان هذا من جهة من جهة ثانية نقرأ الدراسة ولا بعدين ناخذ الدراسة ناخذ دكتور حامد أول أوكي معانا الدكتور حامد يحيح حسين استشاري البحوث والدراسات وتحليل بيانات في هيئة الصحة بدبي كنا قبل الفاصل وعدنا كنا من تكلم عن المشروع الوطني اللي تقوم بها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء اللي هو مشروع المسح الصحي في إمارة دبي اليوم بيبتدي هذا المشروع تفاصيله مع الدكتور حامد يحي صباحك الله بالخير دكتور أحبكم العافية وصباح الخير لك واليوم والمستماعي مستعدين اليوم إن شاء الله منبدأ أول أيام المسح الصحي هذا اللي بيستمر بإذن الله يعني ما يقارب الأربعين يوم أهمية هذا المسح والإجراءات اللي بتصير دكتور وين بيكون المسح والجغرافية وأيضا أسئلة عندنا نبغي نتعرف من خلالها من خلال هذا اللقاء على إجابات هذه الأسئلة تفضل دكتور إن شاء الله بإذن الله تعالى تنطلق بإذن الله تعالى اليوم فعاليات المسح الصحي الشام لإمارة الدبي لعام 2019 وتشمل إن شاء الله أسر منتخبة بحدود 2800 إلى 3000 أسرة مواطنة وأسر مقيمة أيضا منتخبة بطريقة نمذجة معينة قامت بها مركز دبي للإحطاء وهذه الأسر إن شاء الله ستشهد زيارة الباحثين والممرضين عندنا بحدود حوالي 75 باحث يصطحبون معهم استمارات خاصة لهذا المسح فيها مجموعة أسئلة وتقييس مجموعة من المؤشرات الصحية وكذلك يصطحبهم 25 ممرض وممرضة للقيام ببعض القياسات التي تتعلق بقياس الطول والوزن والضغط وسحب عين من الدم لأغراض تشيك مرض السكري وإن شاء الله هذه المجاميع تكون هي مجاميع مخولة بزيارة الأسر وتمتلك تطاقات تعريفية مزودة من قبل هيئة الصحة في دبي ومركز دبي للإحصاء وإن شاء الله بيرنا تعالى في مساء هذا اليوم بين الساعة 4.30 إلى 9.30 تبدأ زيارات هذه المجاميع حيث تنقسم هذه العدد الكبير الذي بحدود 100 باحث وممرضة ينقسمون إلى عدد من المجاميع الصغيرة هذه المجاميع تبدأ بزيارة الأسر وتباشر بإذن الله تعالى بأخذ المعلومات والقيام بالقياسات لأغراض تحقيق أهداف المسح يعني دكتور المسح تقريبا بيبتدي من اليوم 6 فبراير بيستمر نقول لين 31 مارس بإذن الله بتكون توقيت الزيارات الميدانية ما بين الساعة الأربع ونص لين كم دكتور؟ إلى ساعة 9.30 مساء ما من تأخر شوية 9.30 أو لزين؟ والله إحنا عدنا يسمونه التارجت يعني عدنا إحنا شيء إذا حققنا ممكن حتى قبل يعني إذا حققنا زيارة عدد من العواعد باليوم الواحد ممكن حتى قبل تنسح بالفرق في استمارة معلومات في استمارة معلومات بيعبونها العينات اللي بيتمت المسح عليهم صح؟ وقلت أنه في سحب عينة دم لفحص مرض السكري عند فئات معينة هذا دكتور ما تحس أنه شوية ممكن يكون فيه تحفظ عند الناس في هذه العملية ولا لا بتكون سهلة إن شاء الله والله العملية كلها بيأكملها سهلة والباحثين مدربين تدريب كامل ومجهزين يعني العملية إن شاء الله تكون سهلة وسلسة أنا شوف أنتوا اللي سوون أنا بس أبغي أضيف شغلة اللي أنت ذكرتها دكتور هذا عبارة عن فحوصات طبية مجانية توصل للبيوت عند الناس أنا تي قاعد أشوفها بشكل كبير لأنه في قياس طول وزن كتلة الجسم ضغط الدم تأخذون حتى العينات مالة الدم فهذه شغلة وايد مهمة ولكن الأهم من ذلك دكتور أنتوا يعني من خلال هذا المسح قاعدين تشتغلون على مسائل مهمة جدا اللي هي تعتمد على الاستراتيجيات اللي حطتها الهيئة في بناء يعني برامج وخطط تطوير نقدر من خلالها نقرأ المستقبل وانقيم متطلبات المجتمع اللي بدت يعني متطلبات تكون عالية المستوى من الخدمات الطبية من جودة الحياة هذه هي الاتجاهات العالمية الحديثة اللي أنتوا تسعو لها من خلال هذا المسح وهذه الفكرة اللي نبغي الناس توصل لهم أن المسح هذا يا جماعة الخير هو يعني أن تتساهم بشكل كبير في رسم الخارطة الصحية المستقبلية لإمارة دبي الكلام سليم جدا مئة بالمئة والمسوحات الميدانية الصحية هي نظام تتبعها كل الأنظمة الصحية بالعالم والخاصة في الدول المتقدمة ويهدف المسح الميداني الصحي بالحقيقة إلى تحقيق عدد كبير من الأداء من ضمنها التعرف على خارطة توزيعات المرضية ومعادلات انتشار الأمراض المزمنة وغير المزمنة بين سكان دبي وكذلك توفير قاعدة بيانات تفصيلية عن النظام الصحي في إمارة دبي لأغراض التخطيط السليم للمستقبل للخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للسكان أيضا من خلال تعرف عن معوقات والتحديات ونقاط الضعف لكي نتجاوزها في المستقبل وكذلك تحسين الممارسات الطبية للأطباء والممارضين من خلال ربط الممارسة بالبراهين والدلائل التي سيوفرها لنا المزح وكذلك المزح سيوفر لنا أمكانية تطوير سياسات صحية جديدة ودعم اتخاذ القرارات فيما يخص الخدمات الصحية بالإضافة إلى بناء استراتيجيات وخطط طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى على مستوى النظام الصحي بيكمل في إمارة دبي فعدنا يعني رح يحققنا أهداف كبيرة جدا ورح يخلق من النظام الصحي في دبي نظام متقدم يستطيع المنافسة عالمية ويستطيع المنافسة وطنية ويمكن أن يجذب حتى استمارات خارجية وينشط السياحة العلاجية يعني كلما كان النظام الصحي يتمتع بالقوة وبالكفاءة وبالقدرة على التعامل مع الأمراض والاحتياجات والمشاكل بالتالي رح ينعكس على وضع الإمارة بيكملها وعلى وضع الدولة بيكمل جميل دكتور يعني رسالة ختامية نبغي نوجهها للمستمعين شو تبغي تقولهم في الختام أنا أضغي أناشد كل المستمعين والسكان أنه التعاون هو اللي يخدمنا بشكل أساسي يعني كل ما يكون الأسر اللي رح تزورها المجاميع الخاصة بالبحث أو بالمسح متعاونة معنا وتعطي المعلومات المطلوبة وتتعاون مع الباحثين رح يحقق هذا النسح الميداني دافر بشكل كامل ولذلك نهيب بالأخوة ونشهدهم أيضا أن هذا النسح رح يكون لخدمتهم ولخدمة البلد بيكمله وبالتالي نرجو منهم أن تعاون مع الباحثين بشكل يعني كما هو مطلوب منهم وكما نتوقع هنا أيضا منهم شاكرين لك دكتور حامد يحي حسين استشاري البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي وأيضا يعني كل الشكر لكل اللي بيشتغلون على هذا المسح الصحي اللي نتائجة مثل ما ذكر الدكتور يا جماعة الخير بتصب إن شاء الله في المصلحة العامة في تعزيز الأمن الصحي في تطوير الخدمات الصحية في الحفاظ على صحتكم مستمعين أيضا أنا بعد كذلك أبغي توجه بعد كذلك بالشكر لمركز دبي للحصاء يعني حقيقة على هذه الشراكة الكبيرة والمميزة اللي بتساهم إن شاء الله في يعني تحقيق الكثير من الأهداف اللي يسعى لها المركز وتسعى لها هيئة الصحة بدبي بشكل كبير لأن مثل ما ذكرنا هذه هي التوجهات العالمية وهذا دليل على أن كل بلد متقدم لازم يبني استراتيجيات وقرارات على أرقام وإحصائيات مدروسة فعشان شيء مثل هذه المسوحات مثل هذه المعلومات اللي تطلع عن طريق هذه الدراسات الميدانية وايد مهم أنها تكون سليمة وصحيحة متى تكون سليمة وصحيحة لما يكون عندك مجتمع واعي متفهم لأهمية مثل هذه المسوحات لأن أنت يمكن يدق عليك الباب الباحث يا أخي في بعض الناس يعني ممكن يعصب عليه يقول شو تبغي داق علي البيت وكذا وهذا لا يا أخي تعاون معه لأن أنت يمكن تشوف المسألة في البداية أن هذا قاعد يزعجني وما قاعد يزعجك هذا قاعد يخدمك قاعد يحاول أن ياخذ معلومات هذه المعلومات بتفيدك أنت وننوه أن المعلومات هذه سرية معلومات ما رحت يعني تستخدم خارج النطاق البحث عشان شيء والناس الموجودين هنا هذين الناس مخولين لأخذ مثل هذه المعلومات والتعامل معها بسرية بأخلاقيات في قوانين تلزمهم بعملية سرية المعلومات هذه فتعاون معاهم قدر الإمكان عطم المعلومة السليمة الصحيحة ليش لأن أنت قاعد تخدم نفسك تخدم أبنائك أسرتك عيالك عيال أخوانك خواتك كذا كلهم كلهم معنيين بهذا الموضوع ليش نركز على هذا الموضوع لأن مسألة جدا مهمة يا جماعة الخير فعشان شيء نتمنى منكم التعاون مثل ما ذكر الدكتور حامد ونتمنى إن شاء الله نحن ما نحاول قدر الإمكان نتابع هذا الموضوع أسبوعيا مع الجماعة المسؤولين عن هذا البحث وأيضا نذكركم بشكل يومي أن المسح قايم ليش لأن أحيانا في بعض ضعاف النفوس ممكن قد ينتح الشخصية أو كذا لكن نطلب منكم أنكم تتأكدون من الأشخاص اللي موجودين يحملون البطاقات الرسمية موجودين بشكل رسمي ما عندهم أي يعني لا تخلي أي حد يدخل عليه كل بيت بعد أنت ما تعرف هذا من وين ياه يجب أن تتأكد أن هذه من هيئة الصحة ومن مركز الإحصاء ناس رسميين يعينكم ويعين لمعلومات معينة هذه المعلومات اللي ذكرها الدكتور منها الفحوصات الطبية عينات الدم فحوصات ضغط الدم الطول الوزن هذه الشغلات حبينا بس نركز على هذا الموضوع لأن اليوم بادينا الجماعة عندنا 40 يوم قد ما نقدر نتعاون معهم لأن الكل معني بالمساهمة في تطوير الخدمات الصحية المساهمة في تعزيز الأمن الصحي هذه مو بشغلة يعني هيئة الصحة فقط أو وزارة الصحة لا نحن كلنا منظومة كاملة لازم نشتغل وندعم هذا الموضوع أنت عزيز المستمع واحد من الناس اللي ترسم استراتيجية الهيئة وترسم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الصحي لا تقللون من قدر المعلومة اللي ممكن تعطونا إياها لأن معلومة وائد مهمة وبتساهم بشكل أو بآخر لأن يوم الناس يحصرون هذه المعلومات أكيد ستنبني عليها استراتيجيات وسياسات واضحة في هذا الموضوع إذن كل التوفيق اليوم بيبتدون جماعة المسح الصحي من الساعة أربع ونص لين تسع ونص إن شاء الله يا رب يعني يتمنى تكون الأمور سهالات عليهم في تعاون كبير من قبلكم ما نوصيكم الله الله فيهم يعني هم ميايين ما في داعي كيفون شغلهم فيعطيكم الفعافية نطلع فاصل مستمعنا بعد الفاصل بإذن الله ما نتكلم عن خدمات أمراض الصرع في مستشفى راشد بيكون معنا الدكتور محمد الكيلاني استشاري أصاب وأمراض الصرع في مستشفى راشد فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين أكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هنا واصلة الرسالة أنا ما عرفت هل هي لها علاقة بالمسح الصحي اللي نحن كنا نتكلم عليه المهم أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة الرسالة نصية على أربعة صفر صفر ستة يقول وين أنا لا في حال اتصلوا علينا النصابين يقولون مبروك ربحت مليون أو أكثر من مليون حاط والله عشر مليون درهم يا أخي ما خلصنا من هذه لقم حلمت بك وفست ما دري خلاص خلصنا المفروض أن المجتمع واعي بهذا الموضوع ومثل ما ذكرنا المسح الصحي يعني تأكد أن الناس اللي يدخلون عليك هم بالفعل من هيئة الصحة من مركز دبي للحصة وعندهم البطاقات الرسمية وعندهم الأجهزة وعندهم أصلا بيونك بتابلت وفيه استبيانات وفيه كذا لازم تنتبه لها عموما دراسة حديثة كشفت أن الذين يعانون من الشخير قد يتعرضون إلى صعوبات في استعادة الذكريات الماضي تقول الدراسة اللي قادتها الدكتورة ميليندا جاكسون من جامعة RMIT في استراليا أن الذين يعانون من قطاع التنفس الانسدادي النومي وهو السبب الرئيسي في الشخير يستعيدون بشكل سيء ذكريات السنوات التي مضت ويكافحون من أجل تذكر تفاصيل محددة مثل أسماء الزملاء رقم المنزل الشارع اللي اعتادوا العيش فيه في الماضي ففي كل مرة يصاب فيها الشخص بالتهاب التنفس اثناء النوم بالتالي يعاني من الشخير فإن حنجرته تتقلص لحجب مجرى الهواء واللي يؤدي أيضا إلى قطع وصول الأكسجين إلى الدماغ يعتقد الباحثون أن هذا ما يدمر المادة الرمادية في الجزء المهم في الدماغ المسؤول عن تسجيل الذكريات وجدت الدراسة اللي أجريت على 44 مريض تتراوح عمارهما بين 20 و69 سنة يعانون من انقطاع نفس الانسدادي النومي أن لديهم ذكريات سيئة للغاية تتعلق بتفاصيل الحياة في مرحلة الملوغ المبكر فعند مطالبتهم بإعادة سر تواريخهم الشخصية كانت لدى أكثر من نصف من نصفهم ذاكرة عامة حيث ناضلوا لتذكر التفاصيل أما الأصحاء من العمر نفسه فقد عانى أقل من واحد من كل خمسة من مشكلة عدم القدرة على تقديم ذكريات تفصيلية طيب نحن موضوعنا اليوم نتكلم حقيقة عن الخدمات الخاصة بأمراض الصرع ولكن دكتور محمد الكيلان استشاري أعصاب أمراض الصرع في مستشفى راشد أيضا له تخصص في هذا الموضوع على الدراسة هذه الدكتور أوشي صبحك الله بالخير قبل لا ندخل في موضوعنا الرئيسي شو تعليقك على هذه الدراسة نعم هذه حقيقة في دراسات كثيرة يعني قبلها يعني احنا نعرف أنه الأشخاص اللي لديهم شخير بكون عندهم عادة انسداد متقطع خلال النوم نعم فهذا بتأثر يعني موجودة دراسات أنه تشير أنه هذول المرضى الذاكرة بيعانوا من مشاكل في الذاكرة وخصوصا الذاكرة يعني فيه أنواع من الذاكرة سواء للذاكرة البعيدة أو حتى القصيرة اللي هي التسجيل صحي نعم فيه مشاكل أخرى يعني حتى غير الذاكرة بالنسبة لمرضى الشخير يعني هم أكثر عرضة لمشاكل الضغط وحتى مقاومة الإنسولين يصير عندهم سكري مشاكل مثلا ممكن النفس يتقطع دكتور يوقف الواحد يموت بتوصل لهذه المرحلة هذه عادة لما تكون يعني شديدة جدا جدا يعني فيه بعض المرضى مثلا بعض المرضى شفناهم مثلا يكون وزنه عالي جدا مثلا يتجاوز المية وثلاثين كيلوغرام فهذا بتعرف يكون حتى عنده الرقبة عريضة وصعب يتنفس لما ينام الإنسان لما يكون صاحي هو يتحكم شوية نوعا ما في عضلات الحنجرة فيفتح النفس لما ينام ويرتخي الجسم تجد ممكن يصير انسداد نهائي يعني لمجرى النفس ولذلك حتى هؤلاء المرضى أحيانا يحتاجوا فيه شيء بنسميه أنه فتحه بالرقبة حتى يقدر ينام نعم طيب نرجع لموضوعنا دكتور نحن نتكلم عن أمراض الصرع والخدمات التي تقدم في مستشفى راشد بخصوص هذا المرض يا ترى شو هي الخدمات التي نحن نوفرها في المستشفى من خلال هذا القسم دكتور نعم أولا في عنا يعني عيادة أمراض الصرع بحيث يعني المريض اللي بصير عنده نوبات صرع في عنا عيادة خاصة يعني يوم خاص لكل مرضى الصرع جميل يعني بناخد التاريخ المرضي بالتفصيل حتى نصنف نوع الصرع لأنه الصرع أنواع وحتى نتمكن من العلاج الصحيح لازم نعرف شو نوع الصرع شو أنواع الصرع الدكتور هلأ بشكل عام نقدر نصنفه لعام وجزئي نعم خلينا أقول بما معناه يعني لما تكون هالإثارة الزايدة هالشحنة الكهربائية الزايدة اللي بتحدث على نوبات في قشرة الدماغ لما بتشمل الدماغ كله يعني قشرة الدماغ على الجهتين اللي يعني الفص الأيمن والأيسر من الدماغ اللي هنا بصير نوع من حتى فقدان اللي للوعي نعم خلال النوبة وهناك نوع ثاني اللي بنقدر نسميه اللي هو جزئي بحيث يكون هناك في بؤرة في الدماغ اللي تكون هي مسوية للطراب وبصير عند المريض أعراض مختلفة يعني بنقدر نتحدث عنها بالتفصيل لو في وقت فهذه الأعراض أحيانا يعني قد تكون مختصرة أعراض بسيطة وأحيانا ممكن تصل إلى مرحلة أنه المريض تشنج كامل نعم اتفضل دكتور ما خلال نتحدث عنها مدام نعم قبل أن ندخل في الخدمات بعد بشكل مفصل نعم يعني كأنواع قسمتها بشكل بسيط نعم فمثلا أنواع العام قد تجد أنواع عديدة برضو منه في شيء اللي هو الشائع بين الناس أنه لما يشوفوا المريض يوقع وبعدين يتشنج يصير يعني يسميه الشيكينج أو يرتجف بشكل عنيف كل أطرافه ويكون فاقد الوعي تلاقي عيون المريض مثلا انقلبت للخلف ممكن يعض لسانه يفقد السيطرة حتى على نفسه يعني قد يقود إلى التبول مثلا لا إرادي وتجد المريض بعد النوبة اللي ممكن تستمر دقائق بصحى وبحس نوع يعني أو المريض بكون غير واعي اللي بجرح حواليه في عنده اضطراب ذهني السبب العلمي دكتور شو من وراء الصرع شو الأسباب اللي ممكن تؤدي لعملية الصرع ولهذه النوبات نعم الأسباب كثيرة يعني منقدر نصنفها مثلا طبعا حسب العمر يعني لأنه خليني قبل ما أدخل في الأسباب الصرع بشكل عام أكثر شيوعا في مرحلة الطفول اللي المبكرة لحد تقريبا سن 10 أو 12 سنة ومن ثم بتزيد النسبة أيضا على العمر الكبير عند كبار السن ما بين ذلك برضو هو يحدث يعني طبعا في كل الأعمار لكن هذول يعني الطرفين خلينا نقول بداية الحياة والسنوات الأخيرة من نحاة الإنسان أكثر عرضة الأسباب خلينا مثلا نقول عند الأطفال أو الموليد الجدد خلينا نقول خلال السنة الأولى أحيانا إذا مثلا قد يكون سبب خلال الحمل حتى مثلا الأم تعرضت لمرض مثلا عدوى أو صار عندها نزيف معين قد يؤثر على الدماغ نعم قد يؤثر على دماغ الجنين فبكون مثلا نقص الأكسجين على الجنين أو أحيانا ساعة الولادة مثلا كان متعسر الولادة تؤدي فيما بعد إلى حدوث مرض الصرع عند الطفل أحيانا فيه شغلات بنسميها يعني بالانجليز الانبورن يعني metabolic errors اللي هي بخلق الطفل عنده اضطرابات في عمليات الأيض مثلا في البروتينات أو في الدهنيات نعم فتجد المريض بصير عنده مثلا تراجع في القدرات الذهنية أمراض الأوتزم مثلا أحيانا المرضى الأوتزم التوحد أكثر عرضة في منهم للصرع في أعمار أخرى مثلا أي التهاب سحاية أحيانا أو فيه حتى أي أنواع من العدوى للدماغ بشكل عام ممكن يتأدي إلى أمراض الصرع ضربة للدماغ مثلا ضربات متكررة أو أي حادث مثلا خصوصا إذا كانت الضربة شديدة أو أدت إلى كسر في الجمجمة وغيرها في كبار السن مثلا أكثر عرضة للصرع بعد مثلا الجلطات الدماغية وأحيانا حتى المرضى اللي بصير عندهم تراجع في الذاكرة مثل مرضى الألزهايمر والأمراض هذه نتيجة ضمور في قشرة الدماغ بتأدي أحيانا الأمراض الصرع فليست طويل الحقيقة جميل طيب الدكتور هنا فيه سؤال يقول هل ممكن لشخص فيه تشنج بسبب حادث ممكن أن يوقف استعمال دوة ذكرة اللي هو الدكترول أو بعد فترة أو شيتي نعم الآن باعتمد يعني مثلا متى بتحدث إذا مثلا النوبات التشنج صارت مباشرة بعد الحادث ونفترض مثلا نقول الصور والله الدماغية بين الطبيعية ما فيه نزيف ما فيه رضة قوية صارت للدماغ بنعالجهم أحيانا عدة شهور ومن ثم بنرد نعيد الفحوصات تخطيط الدماغ وبنقيم المريض ممكن نوقف الدوة لكن أحيانا الحوادث قد تؤدي إلى تطور مرض الصرع فيما بعد قد تكون سنوات يعني يعني أحيانا مثلا عند العسكريين يعني مثلا كنا لما نشتغل في أمريكا المرضى العسكريين هذولا اللي كانوا حاربوا في فيتنام يكون عندهم ضربة على الدماغ تجد بعد سنوات فيبلش يطور عنده الصرع نتيجة مثلا بيكون في ندبة صارت أو منطقة صار فيها أذية في الدماغ جميل طيب دكتور نحن تحدثنا عن الأسباب وتحدثنا عن النوبات نوبات الصرع يمكن الحديث إذا ما نتكلم عن الخدمات اللي أنتوا تقدمون هي خدمات علاجية هل فيه علاج أصلا للصرع بشكل تام ولا فيه أمور معينة تستخدمونها أو أساليب معينة في علاج هذا وهل هي متوفرة في مستشفى راشد أبتداءا الصرع بشكل عام نحن بنحاول نعالجه بالأدوية يعني هذا اللي بيكون الخط الدفاع الأول العلاج الآن السؤال اللي كثير بتكرر هل إله علاج نهائي ينتهي الدواء ونأخذ يعني المريض وكف الدواء الآن فيه أنواع من الصرع وخصوصا الصرع العام يكون عادة عند الأطفال أو لحد سن البلوق بيكون أحيانا عامل جنتيكس يعني وراثي بالعب دور فيه في بعض المرضى تجد أنه بمجرد ما وصل سن معين بعد البلوق المرض قد ينتهي ونكون قادرين على إيقاف العلاج أما أنواع الأخرى بشكل عام كثير من أمراض الصرع معظم المرضى يحتاج إلى أخذ العلاج لسنوات قد تمتد بين سنتين إلى خمس سنوات على الأقل وبعض المرضى يحتاج العلاج مدى الحياة الآن هذا أحد الخط الدفاع الأول قلنا خلينا العلاج الأول هو عبارة عن الأدوية الآن في بعض المرضى بيكون مقاومة للأدوية يعني بتجرب مثلا معها علاج معين ما استفاد عليه ممكن تجرب علاج ثاني طبعا كل ما زاد عدد العلاجات اللي بنستخدمها والمريض ما استفاد عليها بتكون فرصة التحكم في نوبات الصرع عن طريق العلاجات لوحدها قلت كثير يعني أحيانا تصل إلى 1% هنا بنصير نفكر بالإجراءات الأخرى اللي هو التداخل الجراحي التداخل الجراحي طبعا فيه عملية تقيين طويلة نوعا ما يعني تاخذ شهور أولا بندخل المريض بنسوي له مثلا مراقبة في وحدة أمراض الصرع بحيث يكون فيه فيديو والتخطيط الدماغ متواصل لعدة أيام نحاول نسجل النوبات ونشوف شو نوع النوبات الموجود عند المريض هل هي جزئية واللي هي عام إذا جزئية نحاول نحدد وين البؤرة مكانها وبتصير بعدين إلها دراسة وافية وحوصات أخرى نشوف إذا هذه البؤرة ممكن نشيلها من دون ما نترك مثلا مشاكل أو وهذه شغلة دكتور أنتو يعني عادة تكون نادرة هذه التداخلات الجراحية وأعتقد أن خلينا نقول يعني في 30% من مرضى الصرع بكونوا مقاومين للعلاجات للأدوية لوحدها فهذول اللي أحيانا بنضطر نسوي لهم تقييم لأمراض يعني لتداخل الجراحي وممكن يعالج تماما دكتور في بعض المرضى نعم يعني بنقدر نقول مثلا إذا تحدد مكان البؤرة ووجدنا أنه ممكن نشيلها بنقدر نقول بحدود 60% لـ 70% من المرضى بنسميهم سيجر فري بعد العملية وإن كان بظلوا على العلاجات لعدد من السنوات وبعدين بنصير نخفض العلاج بالتدريج ونشوف إذا فيه إمكانيا وقف العلاج نهائي وهذه من الخدمات التي تقدم في مستشف راشد في مستشف راشد حقيقة لحد الآن ما وصلنا ليش لأنه يعني إحنا إن شاء الله يعني قريبا رح نبدأ في وحدة أمراض الصرع وحدة المراقبة وإن شاء الله يعني هذا بتكون عمل فريق يعني نحتاج إلى فريق يعني فريق أول شيء المريض يبدأ تغييف المريض مع طبيب الأعصاب وخصوص طبيب الأعصاب المختص بأمراض الصرع ومن ثم الصور الدماغية في بعض الفحوصات نستخدمها لتحديد مثلا وين منطقة الكلام وين منطقة الذاكرة في الدماغ قبل ما ندخل جراحيا كم عدد المرضى اللي يزورونكم وعندهم مشاكل في الصرع دكتورة أو إحصايات العالمية اللي موجودة نعم إحصايات العالمية اتداءا مثلا نحن عيات الصرع مثلا في مستشفى راشد نتكلم عن مستشفى راشد أنه بحدود فوق الألف وخمسمائة مريض إذن عملية أن توجدون مثلا هذه التقنيات هذه مسألة مهمة جدا نعم نحن لازم نرفعها أيضا لإدارة المستشفى أن يأخذون هذا التخصص بعين الاعتبار نعم لأنه نبغي في المستقبل القريب مش البعيد نعم الآن في بعض الإجراءات اللي ممكن عملها الآن مثلا في في نارة نعم في المستشفى بعض المرضى اللي هو بيكون مثلا مش مستجيب للأدوية وبنفس الوقت نجد أنه الجراحة في منها خطورة نعم فبنلجأ فيه أجهزة مثلا نسميه الفيغاس نيرف ستيميوليتر اللي هو عبار جهاز بسيط يعني لا يتجاوز وزنه ميلي جرامات ممكن ينزرع تحت الجلد في الصدر وفيه له سلك يلف حول العصب التائه بالرقبة أوكي هذا إجراءه بسيط والتعامل معه جميل بسيط لكن عادة بنشرح للأهل أنه ممكن نسبة النجاح مثلا 50% جميل نأخذ هذه المداخلة على السريع منو معايا أبو أنور سلام عليكم دكتور تفضل يا سيدي اختصر لي لأنه عندي دقيق تين بس تفضل يا سيدي إن شاء الله بدينا حالتيب للأواب أمري يعني حوالي عشرة سنوات أو ثلاث سنوات تقريبا أوكي إذا كانت نحن فيها تفضل الأكسجين فعمل له بالنسبة لي تسمع دكتور مش واضح بوس وإن كان لعله فهمت منك إنه ابنك تعرض لنقص في الأكسجين على عمر معين وصار عنده صرع أثناء الملادة نعم أثناء الملادة وحاليا يعني مرات بديه التشنجات نعم فهل هذا يعتبر من الصرع يعني تعريبا أو لا نعم 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 تعريف الصرع عادة لما المريض يتكرر عنده نوبات من التشنجات أكثر من نوبتين بينهن أكثر من 24 ساعة نعم بيكون المريض أو عرضة لتكرار ولما تتكرر عنده تصير خلاص يعني تكرر عنده لازم يزور الطبيب نعم 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 طيب أنا سامحني لأن الوقت كنت بعطتك فرصة أكبر لو متصل فيني شوي قبلها لكن الوقت داهمني دكتور أنا شاكر لك دكتور على وقتك هذا شكرا لك أشكركم على تحت هذه الفرصة شكرا جزيلا شكرا أحمد سلامة شكرا أيمان سرحيل عندي سؤال بس قبل أن نختم إذا في مجال دكتور يعني في ناس نتكلم عن الشخير والنوم في ناس نواة صرع وهم نايمين نعم هذا بيصير الصرع ممكن يحدث في أي وقت سواء في النوم أو في النهار وهناك علاقة أيضا برضو مرضى الصرع إذا عندهم شخير يكون معرضين أكثر أن تصير النوبة خلال النوم برضو لأنه نقص الأكسجين ممكن يحفز النوبة الغداء دكتور ممكن يساهم كعلاجه في عملية الصرع نعم في بعض أحيانا يسمي الكيتوجينيك دايت خصوصا في الأطفال وإن كان حتى في بعض الأطباء يعني حاولوا مع الكبار في نسبة نجاح لكن حقيقة يعني هي صعبة على الأهل وصعبة على المريض أحيانا تلزموا في نوع معين من الأكل قد يكون صعب الالتزام فيه والله بعض الناس والله أنا عندي فيه ناس يقولون والله نحن نلعب رياضة عشان ناكل على كيفنا نحن ما دري ما نسوي عشان ناكل فما أدري الخيار لك عموما دكتور محمد الكيلاني استشاري أعصاب وأمراض الصرع في مستشفى راشد شاكري لك تواجدك معنا شكرا نايمان سرحيل هذه تحياتي محدثكم محمود جوسف العلي ونلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي